لماذا يعتبر تقرير مسح فرص العمل ومعدل دوران العمالة شديد الأهمية؟ أهلا بكم في استعراض حدث هذا الأسبوع في أكاديمية تعليم التداول للمستثمرين يحاول طاقمنا من المحللين والموظفين كل الأسبوع مساعدتكم على فهم الحدث الرئيسي المقرر في السوق خلال الأسبوع المقبل مع تحسن الاقتصاد الأمريكي يتحول التركيز إلى سوق العمل لقيادة المنك الاحتياطي الفدرالي لاتخاذ القرار المناسب بشأن زيادة أسعار الفائدة وبذلك إزدارت أهمية بيانات الوظائف وبيانات البطالة ولقد قفز تقرير فرص العمل ومعدل دوران العمالة إلى واجهة سوق العمل وأصبح مؤشراً لذي بتم متابعته بشكل كبير يتم نشر هذا التقرير شهرية من قبل مكتب الإحصاءات في وزارة العمل الأمريكية وهو يفحص سوق العمل ويجمع المعلومات من أرباب العمل في مختلف قطاعات الصناعة تتطرق البيانات اليتيم جمعها إلى التوظيف، فرص العمل، تسريح العمال، انتهاء الخدمة وغيرها يقوم المشاركون في المسح بالإجابة على أسئلة كمية ونوعية حول التوظيف، فرص العمل، تعينات، انتهاء الخدمة في أعمالهم الخاصة يتم نشر البيانات شهرياً وفقاً لتقسيم المناطق والصناعات وشكل تقرير فرص العمل ومعدل دوران العمالة مؤشرة جيداً على مستقبل سوق العمل يجمع هذا التقرير للبيانات بالنعينة عشوائية من الأعمال غير الزراعية الخاصة فرص العمل هي جزء واحد من التقرير ويتناول جزء الآخر معطيات التوظيف مقابل التسريح من العمل هناك الكثير من الاستخدامات لبيانات تقرير فرص العمل ومعدل دوران العمالة وليس أقلها هو المساعدة في توجيه الحكومة في صياغة سياسة الاقتصادية من خلال الأبحاث الاقتصادية والتخطيط يوفر هذا التقرير البيانات التي يمكن أن تساعد في تحليل معدلات الحفاظ على الصناعة، دورات الأعمال والبحوث الاقتصادية الخاصة بالصناعة لقد تم أيضا استخدام التقرير مع مؤشر طلب المساعدة الذي ينشره مجلس المؤتمر والذي يقدم قراءة أكثر دقة عن كفاءة سوق العمل في البلاد ويعكس تقرير فرص العمل ومعدل دوران العمالة على نحو تحليل وضع سوق العمل في الأولويات المتحدة بشكل الذي يتجاوز معدلات البطالة ومطالبات العاطلين عن العمل لهذا السبب فهو يعتبر مصدرا قيما لصانعي السياسات ويدل المحللين والأكاديميين على اتجاه النمو والاقتصاد اشتركوا في القناة